بسم الله الرحمن الرحيم البروست الثانية معنا هي الكوندكت بروكيورمنتس مقصود بها ان انا ابدأ اعمل المشتريات ابدأ انفذ الاجراءات بتاعت المشتريات اللي كنت قلت عليها في الخطة بتاعت البروكيورمنت مانجمينت بلان ممكن المشتريات دي تبقى عبارة عن ان انا هشتري سلعة من مورد او ان انا هعمل عقد مع مقاول انه هو ينفذ لي جزء من الاعمال قبل ما نبدأ في التولز والتكنيكز في عندنا في الامبوت هنا السيلر بروبوزلز السيلر بروبوزلز واحد من الامبوتز اللي هنتكلم عنها باعتبار انه جديد معنا السيلر بروبوزلز مقصود بيها العروض المقدمة من السيلر سواء كان فيندور مورد او كان مقاول هيعمل جزء من الاعمال البروبوزل ده بيبقى استجابة ليه ان انا عملت مثلا انفتيشن فور بيدنج دعوة ليه البيدنج زي ما قلنا عليها البروست اللي فاتت او مثلا ريكويست فور بروبوزل او ريكويست فور كوتيشن من خلال البروبوزل ده بفهم المقاول ده او الشخص اللي هيبيع لي السيلر دي هو امكانياته ايه العرض بتاعه ايه اسعاره ايه فنيا وماليا بقدر ان انا ادرسه خبراته في التنفيذ او في التوريد بحيث ان انا اقدر احكم على كل السيلرز اللي متقدمين لي واختار منهم واحد هو ده اللي هينفذ معي التولز والتيكنيكز هنبدأ بالتول والتيكنيك الاول اللي هو البيدر كونفرانسز عشان البيدرز اضمن انهم اللي هم المتنافسين يعني اضمن انهم فعلا هيبقوا فاهمين المشروع بتاعي وكلهم بيصعروا بنفس الفكر وكلهم بيدوني نفس استراتيجية التسعير وما حدش فيهم فاهم الموضوع بشكل مختلف فبالتالي هيصعر اقل او هيصعر اكتر وبالتالي هخسروا على الفاضي فلازم ان انا اضمن انهم فاهمين ده بشكل كويس فبعمل لهم كونفرانس كده بعمل لهم زي اجتماع ان انا اقول لهم تعالوا يا مقاولين او يا سيلرز المتقدمين للعطاء ده او للتندر ده واحد اعمل اجتماع معهم ايه مشاكلكم في اراية المستندات العطاء هل في حاجة مش واضحة على فكرة احنا نقصد بكذا ان هو هتعمله واحد لين تلاتة المشروع عبارة عن ايه هل ليكم اسئلة طيب لو ليكم اسئلة قلولنا عليها خلال فترة معينة ونبدأ مثلا ان الاسئلة دي تتجمع ويترد عليها وطبعا الرد لازم يكون للكل مش لواحد بس يعني لو واحد سأل سؤال لازم ارد للكل بحيث ان المعلومة تبقى متوفرة عند الجميع فهو ده الهدف ان الناس كلهم يبقوا على مسافة واحدة من فهم مستندات العقد عشان يقدروا يسعروا التسعير المناسب التول والتكنيك التاني وكنا اتكلمنا عنها قبل كده في البورس اللي فاتت ان احنا محتاجين يبقى فيه طريقة معينة معيارية شوية بحيث اننا اقدر احكم حكم مش موضوعي بس لا يبقى كمان حكم قوي مين فيهم المآو اللي انا هختاره مين اللي هستبعده اقيمه فنيا ازاي ايه هي النقط اللي هقيمه بناء عليها هل خبراته يستلزم ان يكون فيها حاجة معينة او بكتفي بس بعدد السنوات هل مثلا محتاج ان هو يبقى عنده معدات بشكل كافي هل هيعتمد على موردين او ساب كونتراكتورز طب مين هم الملائة المالية بتاعته اخباره ايه ماليا فلازم ان انا ببقى حاطة يعني معايير او كريتيريا بحيث ان انا اقدر اقيم المقاول بناء عليها التول والتكنيك اللي بعد كده اللي هو الاندبيندانت استميت لابد ان انا ما استناش لما المقاول هو اللي يسعر لي البروبوزل ويدهولي لا لازم انا يكون ليا جهد قبل كده قبل ما ابدأ افكر في ان مقاولين هيجولي طيب لازم انا يكون عندي استميشن كده يعني تقدير المشروع ده ممكن يتكلف كام ممكن يتكلف كذا 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 وابدأ اعمل التفصيل ده على شكل مثلا البيو كيول واسعارها طبقا للتسعير المتوقع او السائد من الداتابيز عندي او من البحث يعني او اللي استعانى باستشاريين او كوست انجينير بحيث ان انا يبقى عندي تسعير للمشروع قبل ما المقاول يبدأ يقدم لي السعر عشان لما يقدم السعر اقدر احكم على السعر ده هو ده زيادة اوي ولا لاي الاوي بحيث يعني بعض الجهات احيانا بتحط كمان معايير في التقييم ان هو يقول لو السعر ده المتقدم به المقاول اكتر بنسبة مثلا خمسة في المية او عشرة في المية من الاستميشن اللي انا كنت حطه فلازم اتخذ اجراء معين يا اما ان انا هستبعده يا اما ان انا لو لقيت كل الناس تسعير بتاعهم اعلى مع عشرة في المية ده معناه ان انا كنت يعني عامل التقدير بشكل غلط وانا محتاج ان انا اعيد التقدير مرة تانية يعني ممكن ان هي تبقى ايه دخلة في المعايير برضو نفس الحكاية لو بالعكس لو التسعير بتاع المقاول اقل مثلا عشرة في المية من التسعير اللي انا حطه وهو ده الوحيد اللي عامل كده يعني غالبا ممكن استبعده لان هو هيديني مستوى quality قليل او ان هو مش فاهم الموضوع بشكل كويس فهيغرقني وهي يعني هيديني سعر قليل دلوقتي لكن بعد كده اثناء التنفيذ هيبدأ يكتشف ان هو كان فاهم غلط وهيحاول انه يقلل في quality او يقلل في الاسكوب او يسرقني عشان يحقق مكسب لنفسه ويعوض الخسارة اللي عنده. الطول والتكنيك اللي بعد كده الادفرسمنت الاعلان ان انا عايز اعمل فبالتالي انا محتاج اوصل يعني اه الاحتياج اللي عندي لكل المقاولين المتخصصين في الموضوع القادرين على ان هما يعملوا الشيء ده عشان يعني لو في سعر افضل اقدر ان انا اوصله ان لو وصلت الخمسة بس والسادس ده كان ممكن يديني سعر افضل وما وصلهوش فلا شك ان انا ضيعت على نفسي فرصة او يعني كده يعتبر خسرت لان كان في واحد هيديني سعر اقل وانا ما اخدتهوش فدي تعتبر خسارة فممكن انا اعمل ادفرسمنت فا في النيوز بيبر ويقايا لان بعض يعني المؤسسات الحكومية بتستلزم ان لازم يكون حصل اعلان في جرائد معينة او في ميديا او وسائل اعلام معينة عشان يبقى فيه شفافية وما يبقاش الموضوع بس ايه اا يعني فيه تلاعب او ان هو كان بيعلن لمجموعة بس من السيلرز اصدقاءه مثلا اا وبدون ما يراعي المصلحة المؤسسة ومصلحة المشروع وكان بيراعي مصلحته الشخصية الطول والتكنيك اللي بعد كده النيوشيشن نيوشيشن يقصد بيها التفاوض طبعا تفاوض مش شرط بس يكون على السعر لن بعض وبتفاوض مع المقاول ممكن يبقى الكلام في ايه هي الاعمال اللي هتم هل محتاجين نزود حاجة منها ممكن يبقى التفاوض على الترمس والكونديشنز بتاعة العقد المقاول مش عاجبه حاجة وعايز مثلا ان هو يغيرها عايز يزودها عايز يقللها الطرق الفنية اللي هنفس بيها الاسكاديول ممكن ساعتها المقاول يديني عرض مسلا ان هو يقلل في الطايم سكاديول او ان هو يطلب وقت ازيد اقول له انا عايز انا نفذ المشروع في سنتين هو يحاول يتفاوض معي انه ينفذه في ثلاث سنوات او سنتين ونص ممكن المقاول وهو بيتكلم مع المالك يقول له انت هتدفع لي المستخلص من ساعة ما قدم نفسه هتاخد فترة قد ايه على ما تديني الشيك او تصرف للدفعة وتخطها في حسابي هل تاخد تلاتين يوم خمسة واربعين ستين لا ستين اللي انت كتبها في العقد دي انا مش موافق عليها انا ممكن اوافق لانو نزلتها الخمسة واربعين فبالتالي التفاوض ممكن يبقى على امور كتير مش شرط بس السعر مدير المشروع ضروري انه يحضر موضوع التفاوض ممكن ان هو ما يحضرش بس الافضل طبعا انه يبقى بيدعم في موضوع التفاوض لان قد يتطرق الموضوع لامور مثلا او امور ممكن ان هو مدير المشروع والتيم اللي معاه يقدر ان هما يسدوا فيها وما يبقاش بس الشخص المسؤول عن ابرامل التعاقد مثلا من قبل المالك هو بس اللي قاعد يتفاوض مع المقاول والمقاول يسرح بيه ويروح وييجي بيه ويقول له اس الموضوع فنيا ما ينفعش وانتم مش واخدين بالكو هو الموضوع اكبر من كده ويعني يقضي يحكي له حواديد فلازم يقدر ساعتها مدير المشروع والتيم بتاعه ان هو يرد على الكلام ده كله هنا جايب لي بعض التاكتكس اللي ممكن استخدمها فيه وانرأي طبعا يعني ان ممكن منها يكون خارج عن الاداب العامة لابد ان يكون الموضوع فيه مراعاة للاخلاقية طبعا التاكتك الاول هو التاكتك ان انا اهاجم دايما المقاول لما بيتهاجم بيجيب لي ورا شوية وبيبدأ ان هو ايه يعني يعيد حساباته البرسونال انسالس ممكن دايبقى يعني احد التكنيكس مثلا اللي هم حطينها ليه موضوع النيجوشيشن الجود جاي والباد جاي ان يبقى فيه اتنين بيتفوضوا مثلا اتنين من طرف اصادهم مثلا المقاول والاتنين دول واحد فيهم يشد قوي ويتنرفز عليه والتاني يبقى هو الشخص الطيب اللي يحاول يصلح بحيس ان هو ايه لما يشد عليه الشخص الاولاني ويقول له لا خلاص احنا مش هنشتغل معك مع السلامة لا لا احنا مش هنشتغل بالشكل ده مش عايزين احنا الكلام ده فيبدأ المقاول ينخ شوية حس ان الموضوع هيديع يدخل الجود جاي او الشخص الطيب يبدأ يحاول يصلح بها يقول لهم طب خلاص حاول نحاول نوصلح له الوسط ومش عارف ايه ويعني اه يكلم المقاول على جنب يقول له ما تزعلش انا احاول اهدهولك بس انت حاول تنزل السعر شوية الكلام ده الرجل يعني يدرب ويلاقي يعني اه الديدلاين ان انا حط ديدلاين اسناء النقاش نفسه انا عمل بتفاوض ولاقيت المقاول مش راضي ان هو هيستجيب معايا اقول له يلا بس بسرعة عشان انا انا ماشي انا ماشي عشان في بس مع الطيارة لازم الحاق دلوقتي فيعني قول السعر بتاعك عشان ايه ننجز يعني فحاول ان انا اضيق له الوقت ان هو بيتكلم فيه وعايز يعرض فيه زيادة عشان يبرر يعني التسعير بتاعه الليمتد صورتي ان انا اقول له وانا بتتفاوض يعني بصاصل ديه صلاحيتها انت طالب حاجة كبيرة قوي دي لازم تطلع للوزير يعني والموضوع هيطول بقى وهياخد وقت تم خليك يعني في حاجة سريعة كده يعني خلي المبلغ قليل بس وما فيش داعي لان انا ما عنديش صلاحية ان انا اديلك اكتر من كده يعني الطريقة اللي بعدها مشابهة برضو لها حتة المسينج بان ان الشخص مش موجود يعني مثلا السي او هو اللي بايده الموضوع وهو وصل الرجل مش موجود دلوقتي وهو بعيدني اتفاوض بالنيابة عنه فالموضوع كذا كذا فيعني لو تحب تستنى بقى ناخد لك معاد معه بس يعني الموضوع ممكن يطول يعني وكده الجملة دي لشك ان هي مؤثرة لما بتبقى بتتفاوض والموضوع بيعلى كده تم جاء المعاول يعني معلش لازم نكون منطقيين شوية يعني الاسعار اللي انت بطلبه دي يعني غير منطقية يعني لازم نكون يعني مش جايين على الطرف ده اوي ولا الطرف ده نبقى حاجة في النص يعني يعني ما ما نبقاش يعني الموضوع زايد اوي فالجملة دي لشك ان هي بياليها سحر كده او تأثير داخلي على المقاول كنحية سايكولوجية يعني ان هو يبدأ يعني يجيب وراء شوية يعني من ضمن التاكتكس برضو موضوع اللي ان انا اقول له طيب يعني احنا مش قادرين بقى نوصل لحل بص خلينا نخليها بس الشهر الجاي في الاجتماع بتاع الكوميتي كده نبقى نناقش الموضوع ويعني خلينا نأجل الموضوع قدام شوية فالمقاول حريص ان هو يعني يخلص الامور ويبقى عارف رأسهم اللي جريء بسرعة وعارف يعني او الفيزيكال دي بتبقى يعني تعبيرات كده ايه ان انا ببين كده ان انا مش مهتم اوي بالموضوع خلاص يعني انا بفكر االجي الموضوع اساسا بفكر االجي المشروع ده ويعني انا ما كنتش متخيل ان السعر هيبقى كبير كده طالما يعني كبير خلاص انا مش عايز يعني السلع دي لان دايما المقاول هو في النهاية سلر بيع البيع بيشوف يعنيك مدى تعلقك بالسلع نفسها انت حاببها اوي ولا لا ولما بيلاقيك حابب السلع اوي بيبدأ يفهم النقطة دي ويلعب على الموضوع ده ويبدأ يعلي لكن لما يلاقيك يعني مش مهتم او يماش اشتريتها اشتريتها مش فرقة هنلاقي فندر تاني الموضوع يعني انا مش مش خلاص هموت عليها فبالتالي انه يعلي السعر فابدأ ان انا اقلل من الاهتمام بتاعي فيتكسر حدة المسلا فهم المقاول لان انا يعني متعلق بالسلعة دي بشكل كبير فما يبدأش انه هو يعلي بالشكل المبالغ في يعني الااااااااااااا اكستريم ديمند لاشك انها ممكن تستخدم للتعليل او للتقليل يعني ترجمة تعليلية بس هي اكستريم ان انا بحاول ابعد بزيادة اوصل للحد سواء الحد اعلى او اقل يعني لو انا بطفوض مثلا في فلوس لا شك ان انا بقلل يعني بيقول لي مثلا دي بمية اقول له لا لا مش مية مية ده كتير وانا عايز اوصل لتسعين فما قلوش تسعين بقول له لا هو سبعين يعني ده الموضوع كده بعيد يعني مية ديت فيبدأ يقول لي تب خليها تمانين فمع الكلام توصل لتسعين اللي انا عايزها يعني فهي دي مقصود بها الاكستريم ديمان سواء كان بالتعالية او بالتقليل على حسب يعني طبعا ايه موقفي ساعتها انا مين وعايز اقلل ولا عايز اعلي وهكذا طبعا لا شك ان في كل النقط دي نراعي الاثكس نراعي الاخلاقيات نراعي قول الله سبحانه وتعالى ولا تب خصو الناس اشياءهم ان احنا ما نبقاش يعني بنستغل مثلا ان السوق نايم وعايزين نخسر الرجل اللي قدامنا لا شك ان العلاقات لما تبقى وين وين سيتوائشن زي ما اتكلمنا قبل كده هي اللي بتكون انجح العلاقات المخرج الرئيسي للبروسيس دي هي الاجرمينت الاتفاقية بتاعت التعاقد نفسها الاتفاقية طبعا بيبقى فيها terms of condition بيبقى فيها شروط تعاقدية بتقول ان على المقاول ان هو يعمل كذا كذا نظير مثلا ان المالك هيتفعله الحاجة الفلانية ولا شك ان هي بتبقى ملزمة تعاقديا يعني بيبقى فيها عدم الايفاء او عدم الاتزام بالشروط تعاقدية بيعرض الشخص للمسئولية القانونية فعشان كده بنسميها binding legal agreement يعني اتفاقية اتفاقية ربطة تعاقدية او ملزمة قانونية سواء ملزمة للطرفين ملزمة للمقاول انه يعمل service او product المفروض يعملها ويملزمة للباير نفسه ان هو يتفعله ويدي له التعويض اللي هو مستحق له الاجرمينت الدوكمنت بتاعتها ممكن تشتمل على statement of work او deliverables المكان التوريد هيتورد الايتم سديفين المشروع يعني roles and responsibilities limitation of liability الصلاحيات يعني والادوار والحدود بتاعت المسئولية بتاعت كل واحد inspection and acceptance criteria inspection التفتيش هيتم ازاي على الاعمال هيبقى في استشاري مثلا هيستلم ازاي وايه هي معايير القبول للمنتج ده المفروض انه يحقق موصفة معينة schedule baseline لو فيه مثلا schedule رئيسي المفروض انه هو يلتزم بي كmile stones مثلا لمراحل معينة في المشروع reporting هيقدم تأرير ازاي period of performance pricing يقصد بها bill of quantity التسعير بتاع المقاول payment terms الشروط بتاع العقد المختصة به الدفعات fees penalties penalties العقوبات incentives محفزات لو موجودة في العقد warranty demand insurance performance point ضمانات الاعمال البروسيس المختصة به change request وازاي هيترفع change وازاي هيتوفق عليه وهياخد مدة الدقيل الالية المعتمدة termination close termination انهاء العقد ال close اللي هو البند التعاقدي او الفقرة التعاقدية يعني dispute resolution حل النزاعات والالية بتاعتها نلجأ للمحاكم ولا arbitration وكذا بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في البروسيس الثالثة control procurements control procurements مقصود بها ان انا ارائب موضوع العقد او المشتريات اثناء سرايانه كنا في البروسيس اللي فاتت عمل لها conduct وخلاص بقى عندنا تعاقد موجود بقى فيه طرفين للعقد مقاول ويمالك ومحتاجين بقى اثناء التعاقد نفسه او اثناء سير العقد ان انا اعمل control للمقاول قبل ما نبدأ في tools والتكنيك سناخد introduction كده الجزء الاولاني فيها بنقول ان control procurement بيتضمن ايه بيتضمن تفسير للعقد والبنود اللي مش واضحة فيه للمقاول او اللي هنختلف عليها يعني ومراجعة مستخلصات المقاول مقاول كل فترة بيقول انا عملت شغل بالقدر الفلاني فاسرفولي دفعة من الدفعات بتاعتي بتبقى عبارة عن invoice بيعمل manage لل changes احيانا بتظهر بعض التغييرات التغييرات دي من قبل المالك او من قبل المقاول او لسبب مصلحة المشروع بيحصل ان فيه تغييرات والتغييرات دي محتاجين ان احنا نبقى متابعينها عاملين لها manage من تعارفين اللي توافق عليه اللي ما توافقش الامباكت بتاع كل واحد فيهم لصالح مين لصالح المقاول ولا لصالح المالك ونبقى عاملين management لل changes اللي بتحصل على ال scope بتاع التعاقد resolve disputes بنحل الخلافات والنزاعات اللي بتحصل وبنراجع المطالبات المقدمة من المقاول اللي بيطلب فيها مدة زمنية زيادة بسبب حاجة معينة او اللي بيطلب فيها قيمة مالية معينة بسبب اوامر تغيير او بسبب extra quantities هنا بيجديني بعض التنبيهات ان هو بيقول لي خد بالك لو المقاول يعني متعثر ماليا او عنده مشاكل مالية ممكن ان هو يبقى له بعض الحيال على حسب نوع ال contract لو ال contract ده كان fixed price كنا قلنا طلعما fixed price يبقى على المقاول لان المقاول هو اللي كان خلاص حط السعر واتفقنا عليه اشتغل بقى يا مقاول طيب ساعتها حس ان هو ممكن هيبقى خسران او عنده مشاكل مالية طب يعمل ايه يحاول انه يقلل مستوى quality فانا لازم عيني تبقى على الجودة يحاول انه يقلل من السكوب كنا هنبني ست مباني يعمل يقن يعني ان اربعة كافيين بس مفيش داعي انك تعمل ستة وهو يعني هدفه الرئيسي ان هو يقلل خسارة بتاعته من خلال تقليل السكوب ممكن برضو ان هو يتطلع الى اوامر التغيير ويبقى حريص ان يبقى فيه اوامر تغيير عشان يسعرها بسعر اعلى من سعر البيدنج فيكسب من وراها ماكسب كويس لان اوامر التغيير بيبقى خلاص المقاول رسع عليه العقد وهو مفيش غيره موجود فبنقوله لو سمحت بالمرة طالما انت شغل في العقد اعمل لنا التغيير ده فيقولنا اه بس ده هيكلفكو الشوء الفلاني هيكلفكو كذا ليه ماهو خلاص بقى انتهى موضوع البيدنج ايام البيدنج في البداية قبل ما يرسع على مقاول معين كان اكتر من المقاول وبيتنفسه وكلهم عاملين يحاولوا يضربوا الاسعار وينزلوا اسعار بعض لكن دلوقتي هو قعد لوحده وعمال باقي يتحكم يعني اقصى انه ممكن يجيب يعني عروض اسعار مثلا ولا شيء ولو انا ما قبلتش هيقول لي لا خلاص طيب انا مش هنفز مثلا لو فيش بند في العقد بيقول الكلام ده ممكن يقول لي لا خلاص انا مش هنفز الموضوع ده ويحاول ان هو يتشرط ويبقى يعني معالي يد العليا في التفاوض شوية اه بالنسبة للتايمان متيريا الكنتراكت وكنا قلنا ان العقد ده بينفع بشكل كبير لتوريد سيرفس معينة او ريسورسز معينة زي الخدمات الاستشارية وكده اه ساعتها بيبقى مهتمنة بشكل كبير ان انا يعني اعمل دي تو دي دايريكشن على السيلر نفسه ويعني اعرف مسلا الافراد اللي هو جايبهم لي دول شغالين في ايه النهاردة بكرة بعده ليهم بلان معينة ليهم نهج معين شغالين به الناس دي عددها كبير ولا عددها مزبوط كده محتاجة اعمل داون جريد في الاعداد تقليل في الاعداد شوية هل الشغل بتاعهم فعلا افكتف هل مدة المشروع محتمل انها تطول زيادة لان المقاول مش فارق معاه بالعكس دا هو بيكسب زيادة كل ما المشروع يبقى اطول يعني هو بعمل بيكسب ممكن المقاول دا ساعتها يبقى استشاري وهو بيبقى سيلر ساعتها بيعمل سلينج للسيرفس فهو ممكن يبقى استشاري مثلا او حد بيعمل اوتسورسنج ليه مجموعة من الافراد التيم فبالعكس هو فرحان ان الناس دي قاعدة وعمل بيعد من وراهم والمالك محتاج ان هو يرائب النقطة ديت عشان مدة العقد ما تطولش النقطة اللي بعدها قلناها اللي هي number of hours spent in work is reasonable هل الوقت اللي بيقضوه في العمل دا يعني منطقي ولا لأ ولا الناس يعني بتدلع زيادة لان خلاص بيبقى الموضوع بقى ايه معي انا الادمنستريشن والليدينج بتاع الموضوع ان انا اشوف فعلا الاستوف دا شغال بالفعل ولا يعني شغال نص نص بكفاءة ضعيفة قاعدين عنات طول النهار وما بيشتغلوش غير حاجات بسيطة وانا مش واخد بالي لان انا مش هعرف اتابع الناس دي كلها فمحتاج يعني ان يبقى ليا طريقة معينة من الكنترول على الافراد بالنسبة للكوستر امبرزابول هنا الريسكية بقى على المالك لان المالك بيقولو اشتغل وانا هتفعلك اللي انت عملته كله طيب اتفعلك ما ممكن المقاول يعمل حاجة ما لهاش لازمة يبقى لازمة رائب الفواتير بشكل كويس جدا بشكل دوري وبشكل مستمر وفاتورة فاتورة وابقى عارف يعني كمان الحاجة دي جات الموقع ولا ما جاتش ما ممكن يكون اشترى حاجة بفاتورة وما جبهاش الموقع اساسا ويعني على امل ان انا هصرفها له هتعدي وسط الفواتير فلازم ابقى عيني يعني فوز تراسي بشكل كبير قوي وانا بدأ على فواتير المقاول لان الريسكية عليها الريسكية على المالك المالك هو اللي عليه الخطر كله لان المقاول يعني كل الحاجة هيجيبها هيعوض عنها طيب اللي نبدأ في التولز والتكنيكس التول والتكنيك الاول هو الكونتراكت شينج كنترول سيستم وده يعتبر جزء من الانتجريتد شينج كنترول سيستم نظام التغيير المتكامل او ادار التغيير او التحكم في التغيير المتكامل ده محتاج ان انا يبقى عندي بروسس او آلية بتقولي انا هعمل التغيير على العقد ده ازاي العقد لشك ان هو جزء من المشروع زي ما قلنا ان العقد او المشروع ما بيبدأش بس بالمقاول المشروع بيبدأ من قبل كده وممكن المشروع يبقى فيه اكتر من مقاول فبالتالي ممكن يبقى فيه اكتر من تعاقد في نفس الحكاية انا عندي ممكن يبقى نظام مرقبة التغيير المتكامل الخاص بالمشروع ككل وجواه بقى مرقبة لكل عقد على حدا فبالتالي العقد لازم يكون له نظام للمرقبة باعتبار ان انا عايز اعرف مثلا التشينجز اللي هتحصل فيه الالية بتاعتها ايه مين اللي هيصدر التشينج هيقف عند مين مين اللي هيعتمده المدة الزمنية بتاعته ايه يتقدم في خلال ايه ايه النمازج اللي هيتقدم بيها النظام الكمبيوتر مثلا اللي هتابع به موضوع التشينجز ديت عشان يبقى كل واحد عارف الادوار بتاعته ايه ويبقى فيه شفافية الحاجة متأخرة هنا قدية وهنا قدية والكلام ده كله التول والتكنيك اللي بعد كده البروكورمنت برفورمانس ريفيو مراجعة الاداء بتاع التعاقد وده مشابه بشكل كبير للستيتس ريفيو او مراجعة الاداء او مراجعة الموقف الحالي للمشروع فبحاول يعني ان انا اعمل تقدير كامي او كوانتفاينج لقدرات المقاول واداءه هل بيقدي بشكل كويس هل البنود التعاقدية كلها بتتنفذ ولا لا احيانا بعض البنود التعاقدية ممكن ان هي تقاس بالعدد زي مثلا اعداد التكنيكال سبميتلز منها اللي يقاس بالقيمة المالية منها اللي ممكن يقاس بالريسورسز واليونتز منها ممكن يقاس بالمدد الزمنية وهكذا فيه طرق كتير ان انا اقياس بيها مدى نجاح التعاقد او يعني البنود نفسها بتتنفذ ولا لا على سبيل المثال ممكن يكون من ضمنها توريد حاجة معينة تب هل الكميات بتاعت التوريدات دي مظبوطة ولا لا توقيتاتها الزمنية مظبوطة ولا لا فهو يعتبر ريفيو او مراجعة للاداء بتاع العقد التول والتكنيكال اللي بعد كده البييمينت سيستيم البييمينت اللي هي الدفعات اللي انا هدفعها للمقاول كمستخلصات او ان انا بدفع على شكل معين مثلا لو هي بشتري بس سلعة مثلا ببرشيز اوردر وبدفع على معظم التكلفة في البداية مثلا على حسب السلعة نفسها ونوع البروكيورمنت نفسه فلابد ان انا يبقى عندي سيستيم يقول لي انا هدفع ازاي على سبيل المثال لو عندي مقاول وقاعد معايا سنتين طيب انا هدفع له مثلا كل شهر ولا اقل ولا اكتر مسموح له انه يقدم مستخلص بداية مثلا كل شهر والمستخلص ده يعني قيمته هتدفع له بعد تلاتين يوم من تقديمه طيب عشان يتقدم المستخلص لازم تكون البنود اللي فيه اتراجعت من خلال الجهة الاشرافية اللي هي ممكن الاستشاري الاشراف على التنفيذ باعتبار انه هو يكون وقع لي على ان الاعمال دي فعلا اوثورايزد وانه هي الاعمال دي صحيحة وفالد تبقى لمعايير الجودة الطول والتكنيك اللي بعد كده ادارة المطالبات زي ما قلنا المقاول هيبقى عنده مطالبات احيانا المطالبات دي يعني هو له الحق فيها او ممكن ملوش الحق وممكن المطالبات تبقى مالية وممكن تبقى زمنية ممكن ان هو بيطالب بمدة ممكن بيطالب بقيمة مالية نتيجة تغييرات فبالتالي لازم ان انا بابقى بعمل ادارة ليه الكليمز ديه ابقى نصنفهم بشكل معين عملهم ايدنتفيكيشن في اي دي لكل كليم مثلا والكليم ده الغرض بتاعه ايه والتقييم بتاعه تم ولا ما تمش والقيمة المالية الامباكت المالي بتاعه والامباكت الزمني وهل ابروفد ولا مش ابروفد ولا خلاص وقف ومش هندي المقاول حاجة المقاول مالوش حق ولا لسه معلق جاري الدراسة فلابد ان انا ببقى بعمل ادمنستريشن للكليمز بعد الكليمز ممكن ان هي تتحول لديسبيوت باعتبار ان المقاول طالب بشيء وانا قلت له لا ما لكش حق فبدأ ان هو يقول لا انا ليه حق فبالتالي ده يبدأ ينشأ نزاع والنزاع ده قاد ان هو يبقى يبدأ بنوجيشيشن مثلا ان احنا بنحاول نوصل لحل او ممكن يتطور ان هو يوصل لوساطة او لتحكيم او لقضاء على حسب السيكونس اللي احنا كنا متفقين عليه في العقد لما يحصل ديسبيوت هيكون الحل او السوليوشن هيمشي ازاي بانهي بروسس فهو هنا كاتب لي ان باعتبار ان هو يعني مش هيبقى مكلف وهيبقى هو الاسهل والاسرع والافضل لمصلحة المشروع ان يعني يتم كل حاجة عن طريق ال win-win situation يبقى لتنين كسبنين يبحل المآول فعلا لم يهزم يعني في حاجة زي كده وما حسش ان هو الضحك عليه وفي نفس الوقت المالك ما دفعش حاجة مبالغ فيها والمآول يعني ضحك عليهanking بأن يبقى موضوع win-win situation وما ضيعوش الوقت aware that Seric会 او الاثنين خاصين بالشبار اليدي الشيورة بتواله الموضوع وخلاص في اسبوع و لا اسبوعين خلاص الموضوع بدل ما يستنوا بقي ال86 يوم بتوع الكليمز والأرقام الكبيرة والأشهر اللي بتقعد فيها الأضايا في المحاكم طيب التكنيك اللي بعد كده Records Management System وده يعتبر جزء من PMIS اللي هو Project Management Information System النظام الخاص بإدارة جميع التكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمشروع Records Management System جزء منه مختص بإدارة وتوسيق الrecords البيانات نفسها على سبيل المثال مثلا الجزء الخاص بموضوع Invoices أنا عايز أعمل Records بتاعت ال Invoices إن فيه كام مثلا قيمة مالية تلعت للمقاول طيب قيمة الأعمال المنفذة قد إيه وتخصم منها خصومات معينة نتيجة إن كان فيه دفع مقدمة مثلا طيب في النهاية المبلغ Net Amount في النهاية تعتبر كام الrecords دي كلها محتاج إن أنا أبقى بديرها بProcess فيه آلية معينة بتديرها و Functions Automation Tools لابد إن يبقى فيه برنامج مثلا Automation ممكن برنامج يكون Sheet Excel بسيطة وممكن يبقى جزء من PMIS زي برامج Primavira Contract Management أو PMWeb مثلا أو ProLines البرامج المختصة ب Information System بتاع إدارة المشروعات البروسيس الأخير عندنا في شابتر Procurement هي Close Procurements Close Procurement مقصود بها إن أنا أقفل عقد طيب هل وأنا بقفل عقد المشروع بيتقفل ولا المشروع بيتقفل قبل ولا بعد طيب لو فيه Phase جوه المشروع مين اللي يتقفل الأول طيب الموضوع محتاج تفصيل لا شك إن Global أو الإطار العام هو المشروع المشروع هو الحاجة اللي إحنا شغالين كل شيء جواها فبالتالي لو فيه Procurement هيبقى جوه المشروع يعني الProcurement هيغلق قبل إغلاق المشروع طيب لو فيه Phases جوه المشروع طالما فيه Phases الفيسس مختلفة ممكن Phase معينة تخلص ولسه Contract ما خلصش لسه Contract ما تقفلش فممكن أعملت Closing لPhase لكن ال Contract نفسه شغال عادي ال Contract طويل وممكن يبقى المشروع فيه 3 أو 4 Contracts فعملت Closing لل Contract ده وContract تاني بدأت وعملت له Closing وهكذا والمشروع لسه شغال بس الخلاصة العامة إن ال Close للProject بيبقى آخر حاجة بيبقى بعد ال Close للProcurement هنا ناخد شوية نوتس كده هي اللي The Closing Procurement Process involve Finalizing Open Claims لو فيه أي كليمز لسه مزالت مفتوحة أو معلقة لازم أننا أكون قفلتها عشان أقدر أقفل التعاقد وأقول لي كام وعلي كام وخلصت والضمانات والأعمال والكلام ده كله The Closing Procurement وعلي كام وخلصت أكون معامل تحديث للداتا The Closing Procurement ومعامل تحديث للداتا ومعامل تحديث للمعلومات كلها كأرشفة The Closing Procurements are closed when completed or terminated هنا فيه ثلاثة terminologies يتقالوا Close للProcurement Complete للProcurement Termination للProcurement وقال سواء حصل Completion أو Termination اللي اتنين دول بيعملوا Closing للProcurement طيب الCompletion اللي العقد خلاص خلص عملنا كل اللي كان مطلوب والمقاول خد الConcederation بتاعته أو الأتعاب بتاعته فبالتالي خلاص خلص العقد وحصل له Completion فهنقدر نعمل Close للProcurement أو إن حصل Termination Termination يعني العقد انتهى من النص حصل فيه فسخ معين مثلا نتيجة إنه هم متفقين أو غير متفقين بغض النظر بس حصل Termination للContract وبناء عليه نقدر نعمل Close للProcurement طيب هنا بيقول لي برضو على Administrative Closure Administrative Closure ده اللي اتكلمنا عنه من شوية وقلنا Closing بتاع مرحلة أو المشروع وقلنا إنه هو مختلف عن Closing بتاع الProcurement وفصلنا فيه تفصيل مناسب وهنا قال برضو All Procurement must be closed before closing the project اللي قلناه من شوية وProcurement Closing Activities هنا جايب الأنشطة اللي أنا ممكن أعملها بقى فيه الإغلاق بتاع التعاقد ايه اللي Product verification أتأكد من Product نفسه هو ده خلاص المناسب للشيء اللي أنا أعايزه مش محتاج فيه تعادلات ولا تغيرات Procurement audit اللي أنا أتعرف عليها بعد شوية أحد التولز والتكنيكس في البروسيس دي Settlement of all notification and final payments لو فيه أي notification كانت لسه معلقة ان احنا مش متفقين على تشينج معين أعمل له Settlement أعمل له يعني ترسية أو إنهاء للموضوع والدفعات الأخيرة الخاصة بالمقاول ان هو ياخدها طبقا للشروط اللي متفقين عليها سواء هياخدها مباشرة ولا هياخدها بعد سنة من التسليم اللي ابتدائي يحصل تسليم نهائي زي ما متعودين في الconstruction Archiving Procurement documents هأرشف الوثائق بتاعة المشروع زي contract change, submitter, reports, inspection, reports كل الوثائق اللي كنا بنستعملها أثناء فترة المشروع هأفلها كخطوة من خطوات الProcurement closing هنا هيتكلم بقى على التول والتكنيك اللي قلنا عنه اللي هو Procurement audit دايما الأودت بيحصل عبارة عن تفتيش على المشروع من جهة مختلفة عن ال team بتاع المشروع لكن جوه الشركة يعني الشركة عندها مثلا مكتب رئيسي رايح يفتش على المشروع طلعين من ال headquarter بتاع المشروع بتاع الشركة رايحين يعملوا audit على المشروع أهداف الاودت دا بيبقى ايه بيبقى عايزين نعرف مثلا هل ال contract ماشي بشكل مزبوط هل في نجاحات او اخفاقات في العقد نفسه تحتاج ان احنا نسجلها عشان نستفيد منها كليسونز ليرند في المستقبل ويعني تسجل النتائج دي كلها في report أو لسونز ليرند وبكده يبقى خلصنا ال process الأخيرة ال close procurement ويخلصنا الشابتر بتاع project procurement management